بسبب هذا التطبيق هو التطبيق أمازيغي رقمي وتفاعلي كي يتضمن معجم اللغة الأمازيغية خاصة بعض جسم الإنسان وهذا التطبيق سيحاول يساعد تلاميذ التلميذات سواء ناطقين أو غير ناطقين في تعلم اللغة الأمازيغية بطرق إلكترونية أو بطريقة تكنولوجية الفكرة فين جات لأن من اللي مرنا واحد أزمة ديال كورونا كان التعليم عن بعد وبحكم أنني أستاذ اللغة الأمازيغية أن الموريد الرقمية باللغة الأمازيغية ربما قدرنا نقول مون عادي ما مكيناش القينا الصعوبات باش نوجدوا ديكا ديكا لكابسول أو تطبيقات باللغة الأمازيغية وتمك جد فكرة أنني كأستاذ وكممارس لهذه المادة صنيحة أنا نوجد واحد تطبيق تفاعلي كي يضمن ولوجس من بعض المواد أو من بعض الدروس اللي كان درسهم خاصة أن هذا التطبيق عنده علاقة واطيضة بالكتاب المدرسي ما هي المميزات في غرض التطبيق؟ بسبب المميزات هذا التطبيق أولا كما قلنا عنده علاقة بالكتاب المدرسي تاني حاجة غايت تعلم التلميذة أو التلميذة أعضاء جسم الإنسان وكما قلنا معجم عنده ثلاثة مميزات بالصوت وكيعطي الصوت دير العضو والصورة ثم طريقة الكتابة بتي فينا ثم إضافة إلى هذا التطبيق يتميز الولوج إليه دون الاستعمال عن تيرنت أو الواي فاي إذن هذا التطبيق مثلا سأعطيكم واحد نموذج أنه يحتوي على الفهرس عندنا مثلا الفهرس يقدر الإنسان يكتب اسمية دياله بتي فينا غنى أي اسمية ديال العضو سيخرج مثلا المدخل هنا كان ثلاثة الأبواب كان يقوم برا أعضاء الداخلية والخارجية ثم التمرن هنا كان هنا العنوان مثلا الأعضاء ينفع مثلا التلميز سيشوف هذه الصورة يقدر ما عارفش هذا يقرر الكتابة ينفع غير ركع إلى هذا البطن ثم غطعتين مثلا صوت هذا العضو هنا سيمر كثير من الأعضاء كما قلنا هو مجموعة من الأعضاء الداخلية والخارجية إضافة إلى تمارين التفاعلي هنا أعضاء الداخلية كأن أعضاء الداخلية ديال الجسم الإنسان هذا الشيء كامل كما قلنا عنده علاقة بالكتابة المدرسة هنا عنده يحتوي على التمارين عندنا ثلاثة نموذج ديال التمارين كل نموذج يحتوي على خمسة ديال أمثلة مثلا هنا بحينا غايدوز واحدة يستررسوا باش يعرف واش هو التمكن في الفهم ديال هاد المعجم هنا مثلا ما ديقوق ما ما ديشنا هاد العضو هنا عندنا ثلاثة اربعات الاختيارات هنا اللي غايورك على الجواب خطأ يعطيه الخطب الأمازيغية وهنا من اللي غايجوب مثلا الجواب الصحيح غايعطي الجواب الصحيح ثم بالتحفيز أنا درت حتى مثلا الأصوات ديال الجواب الصحيح والجواب الخطأ هنا عود ثاني كما قلنا ناخدوا واحد نموذج آخر من هاد التمارين مثلا غان مشيول هنا ناخدوا هناك مثلا ما نقلم سفل يواويه wanted دمانية اغلبتك تسمع أنا اغغارة بالماس Steon ببدak ما لو شنع proud نحصل هنا نقلب على العضو الذي قلنا هذا الصوت ما غativas ولجه نورك على هاد الباوتن مكان念 شهاد وما مكان ولكن ما غرفت هذا الجواب الصحيح كان القل ج Institute هنا نموذج تاني اغencia ضغط بإ seafood هناك السلت اغلب انه يتميز بإخطال كما قليلا من اغلبين نقلب على file نفسانية كريمة الصورة مثلا هنا رسان Silet ركب اغلب تاني يخصي التعلميقر مثلاً غايقولي مثلاً إيسكر أو إحنا خصي جوب من اللي غايجوب مثلاً خصي قلب للجوب صحي إذن هاته تلاته النماذج اللي قلنا هما كيحتوى اللي كتضمن هاته التمرين التفاعلي باللغة الأمازيارية نعم هاته تبيقه هو متاح للجامعة وكيحاول عاوطين حتى يستفدمونه حتى الأساتيدة اللي كيدرنصوا لغا الأمازيار سواء كان أساتيدة ناتيقين أو غير ناتيقين وغير يحاول هاته الأساتيدة يخدموه فيما يخص الورشات لأنه دبا بحكم التلميقر كما كان نقوله خصناً من طرقة والتعليم جيد باستعمال التكنولوجيا بالاستعمال وهذا الميزة مثلاً غا تسهم حتى في إنقاذ التلاميذ من الإدماء لأنه كان التلاميذ كل شيء مثلاً في الدار عنده وليس مارتفون كل شيء عنده الحاسوب عوضاً يدخل شيء مواقع اللي يمثل بيين أو حالي يستغل الوقت دياله ما هو إيجابي تقريباً 6 شهر تقريباً 6 أشهر لأنه بحكم عندي واحد تجريبة قريت في واحد المعهد الكوريشو ديال التكنولوجيا ولكن اشتغال داتي وكما كان نقول كان حاول نشتغل وكان حاول ما اللي كان قدشي حاجة ديالما كان استعمال مع الأساتيدة ديالي ومع الأصديقاء اللي عندهم تجريبات بارك الله في التكنولوجيا وفي التطبيقات ودرت هذه التجريبة والحمد لله نشحت ديالما المشروع المستقبلي كان حاول ديالما نوجده درت واحد تخطيط باش نوجد واحد ألعاب تعليمية طربوية لأن كل شيء ديالما بسبب المداري خصنا نعطيهم واحد طريقة تدريس باش تلامد أو تلامد باش يستوعبوا باش يتعلموا ديالما لأن خصنا ديالما ألعاب تعليمية طربوية هي قليلة ربما في المغرب ربما الناس ديالأوروبا ربما كيخدموها في المداريس ولكن هات تجريبة بغيت ندمجها في تدريس لغة الأمازيغية كيفاش غاي يلعب وميمطون يقرأ اللغة الأمازيغية وهذا تطبيق ألعاب تعليمية طربوية غا ندره إن شاء الله كل شيء باللغة الأمازيغية ترجمة نانسي قنقر